خير أم شر أبيض أم أسود كذلك هي الحياة كما يوحي لنا ساستنا أيام خلافاتهم لأنهم يرون أنفسهم أكبر من لبنان شو عليه التوائيس سعد الحريري بالصواء العرب الإيراني اللي عم يحكي عنا شو خصك أنت شو خصك أما أيام المصالحات فشاهدة على التنوع ولها من الألوان ملؤها ما قبل اتفاق الدوحة شيء ما بعد اتفاق الدوحة شيء تاني في تاريخ اليوم بعد اتفاق الدوحة وأعمل في سبيل تحقيق أوسع مشاركة وطنية وأجعل من الحوار قاعدة وفي لحظة يعيدون إلينا الحياة أبيضة وأسود الحاريس بلش بيتحرش فينا بس أكيد غير صحيحة آخر ما دخل استقطاب الأبيض والأسود نفاياتنا فجأة لا رأي يتفق مع رأيه فجأة علمنا بمشكلة ناعمة ومطمرها فجأة الحكومة ستنهار قبل السابع عشر من هذا الشهر الصحفي في جريدة الأخبار بسام القنطار متابع لملف النفايات في لبنان في عهود الألوان كما في عهود الأبيض والأسود عم نحكي نحن عن خطط النفايات أو نفايات الخطط بمعنى أنه صار في حجم خطط وهي قدامي هون دفاتر شروط وخطط تقريبا من 2006 إلى هلأ بما يعادل 15 ألف صفحة هذي كل يوم جمعته والحكومات المتعاقبة يعني الثلاث حكومات أقل له لهلأ تقريبا برموا 360 درجة بكل الخيارات بس نقطة الأساسية كانت خلاف هي كل المنطقة قدية وهي ده بودينا دغري على المحاصصة أنه أنا عم بتخيل تشوفوا عليها وبعبدها كلها ولا بشيل الضاحية منها مجرد ما شيل الضاحية منها إن شال 800 طن من العقد حتى النفايات تدخل آلاتهم الحاسبة وتقرشوا فلوسا كيف أعادوا الألوان إلى القضارة هذه المرة في مجلس الوزراء اليوم رايح يقر خطة بما اتفق وتحت الضغط وعم بيقول تعيا متعهد مين ما كنت تكون سوكلين أو موكلين يمكن اليوم أخضر يمكن بعد شوين نشوفه رمادة للعامل النفايات مش مهم التسمي يمين مش مهم شو عبيل بص عامل النظافة لكل المهم نعرفه إنه نحن قادمين على خمس متعهدين جدد يعني على خمس سوكلينات جداد بمختلف المناطق اللبنانية الأولوية راح تكون لجبل لبنان وبيروت والشمال ما بنعرف شو السعر وشو الكلفة ما بنعرف إذا فعلا هالمتعهد قادر يوصل إنه يلاقي مكان ليعمل فيه مركز معالجي ومكان تاني ليتمر فيه النفايات ما بنعرف كيف بده يعالج بأي كلفة أداي بده يتم وان بده تنب جلوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر